اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في كون الصفة اسما والحال ايضا اسم لكن يختلف الحال عن الصفة في كون الصفة تتبع موصوفها في التعليف والتنكير بينما الحال دائما يكون نكرة ايضا الصفة تتبع الموصوف في الحركة الاعرابية من حيث اذا كان الموصوف منصوبا او مجرورا او مرفوعا فصفته تتبعه في الحركة الاعرابية بينما الحال دائما يكون منصوبا اذا اسم نكرة مشتق منصوب مشتق غالبا يدل على هيئتي بمعنى حال صاحبه اذا كان صاحب الحال انسانا مثلا فحين وقوع الفعل مثلا تكلم صاحب الحال حين وقوع الفعل فعل الكلام هل كان هذا صاحب الحال هذا هل كان مبتسما ام كان غاضبا ام كان مسرعا في كلامه ام كان متباطئا اذا الكلمة التي تخبرنا عن حاله تسمى حالا قد تكون هذه كلمة التي تخبرنا عن حاله قد تخبرنا ب قد نخبر بلفظة او بجملة فعلية او جملة اسمية نلاحظ المثال كلمني والدي مبتسما اذا كلم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون الوقاية نون الوقاية نون الوقاية وليها ضمير متصل مبني على السكون في محل نص مفعول به مفعول به تقدم وجوبا عن الفاعل بسبب اتصال المفعول به جاء ضمير متصل بالفعل والد فاعل مرفو وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل مبتسما حال منصوبة اذا مبتسما جاء الحال هنا جاء لفظة اذا تلاحظون ان مبتسما جاء منصوبا ووالدي مرفوع صاحب الحال مرفوع اذا الحال لا يتبع صاحبه في الحركة الاعرابية بين الحال وصاحبه الاصل في الحال تكون نكرة وفي صاحبه ان يكون معرفة كما اشرنا قبل قليل جاء الرجل مسرعا تلاحظون صاحب الحال الرجل معرفة ومسرعا نكرة ايضا حكم الحال النصب اي الحال دائما تكون منصوبة بخلاف صاحبها الذي قد يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا حسب موقعه في الجملة الحال تتبع صاحبها في النوع والعدد وهنا تشبه الحال الصفة الصفة تتبع صاحبها في العدد والنوع ايضا الحال تتبع صاحبها في النوع والعدد بخلاف الحركة الاعرابية مثال جاء الرجل مسرعا تلاحظون الرجل مذكر مسرعا مذكر اذا انتبعته في النوع الرجل مفرد ومسرعا مفرد اذا انتبعته في العدد جاء الرجلان مسرعين الرجلان مثنى مسرعين مثنى الرجلان مذكر مسرعين مذكر جاءت المرأة مسرعة ربما لا تظهر هذه الجملة إذن المرأة مؤنث مسرعة مؤنث المرأة مفرد مسرعة مفرد إذن الحال يتبع صاحبه في العدد والنوع ولا يتبعه في الحركة الإعراض سؤال كيف ترتبط الجملة الحالية بصاحبها كيف هناك جملة مركبة فيها جملتين الجملة الأولى والجملة الثانية المتفرعة عنها التي تكون في محل نصب حال كيف ترتبط هذه الجملة الثانية بالجملة الأصلية إذن ترتبط الجملة الحالية بالجملة الأصلية بألوام ويعرب واو الحال مثال أطفت الفاكهة ولما تنضج إذن تلاحظون الجملة الحالية وهي لما تنضج جملة حالية جملة فعلية في محل نصب حال مرتبطة بالواو مرتبطة بالواو أيضا ترتبط الجملة الحالية كما في المثال هنا بالضمير قصدت الطبيب أشكو من ألم أشكو من ألم جملة فعلية في محل نصب حال تلاحظون لا يوجد هنا ألوام بل ارتبطت بالضمير المستتر هنا في الفعل أشكو أيضا ترتبط الجملة الحالية بالضمير وبالواوي معا ربما هذه الجملة أيضا لا تظهر بسبب تقنية التسجيل التي أعتذر عنها وسأحاول تطويرها إن شاء الله في قادم الأيام إذن قد ترتبط الجملة الحالية بالجملة الأصلية بالواوي والضمير معا ربط الجملة الحالية بالواوي وجوبا قلنا الجملة الحالية ربما ترتبط بالواوي أو ترتبط بالضمير أو ترتبط بالضمير والواوي معا مع الجملة الأصلية لكن في حالات لا بد من وجود الواو كرابط بين الجملة الأصلية والجملة الواقعة حالا إذا كانت خالية من ضمير يعود على صاحبها نقصد الجملة الحالية إذا لم يكن في الجملة الحالية ضمير يعود على صاحبها فلا بد من وجود الواو وجوبا من أجل الربط تلاحظون هنا مثلا هرب السجين الجملة الثانية الحراس نائمون كيف هل هناك بهذه الجملة هل يوجد ضمير يعود على هرب السجين لا يوجد ضمير وبالتالي لا بد من وجود الواو الحال هرب السجين والحراس نائمون إذن الجملة الثانية خلت من ضمير يعود على الجملة الأولى فوجب ربطهما بالواو أيضا إذا كانت هذه الجملة الحالية فعلية فعلها ماض ومقترن بأحد الحروف التالية قد ما إن ولو الشرطيتين مثال رجع الجيش وقد انتصر تلاحظون الجملة الحالية فعلية وقد انتصر فعلها فعل ماضي مرتبط بقد هنا لا بد من أن يكون الواو هو الرابط مثال الثاني رجعت من الصفر وما أحضرت شيئا وما أحضرت الجملة الفعلية الحالية في محن نصب حال إذن أحضرت فعل ماضي ارتبطت بما إذن فهنا لا بد من وجود الواو كرابط أيضا ثالثا إذا كانت فعلية فعلها مضارع في الحالة السابقتين فعلها ماض مرتبط بقد أو ما أو لو وإن شرطيتين هنا فعلها فعل مضارع مقترنا بقد أو لم أو لم لماذا تتلف المال وقد تحتاج إليه يوما لماذا تتلف المال وقد تحتاج إليه يوما تلاحظون الجملة الفعلية فعلها مضارع تحتاج وقد ارتبطت بقد إذن لا بد من وجود الواو كرابط خرجت من البيت ولم تطلع الشمس تطلع فعل مضارع مجزون بلم إذن لا بد من وجود الواو كرابط قطفت الثمرة ولما تنضج تنضج أيضا فعل مضارع ارتبط بلما وبالتالي لا بد من وجوده الواوي كوجوبا رابعا إذا كانت اسمية مبدوعة بضمير بضمير صاحبها زرت الطبيبة وأنا مريض زرت الطبيبة وأنا مريض إذن تلاحظون أن الجملة الحالية وأنا مريض بدأت بضمير صاحبها زرت أنا والضمير هنا أنا إذن لا بد من وجود الواوي هنا كرابط وجوبا طبعا ربما يظهر أن هذه الحالات كثيرة لكنها عند التفكير فيها ومراجعتها ووقف هذا التسجيل ربما أكيد أنك سوف تستطيع حفظ وإدراك هذا الأمر وهذه التفاصيل جيدا الآن متى يكون امتناع ربط للجملة الحالية بالواو قبل قليل رأينا وجوب ربطها بالواو الآن متى يمتنع ربط الجملة بالواو لا تستعملوا الواو الحال مع الجملة الحالية إذا كانت الجملة مؤكدة لما قبلها إذا كانت الجملة الحالية متفرعة مؤكدة لما قبلها يعني عملها هو تأكيد ما قبلها فهنا لا ترتبط بالواو مثال هو الحق لا شك فيه إذن لا شك فيه جملة فعلية عملها تأكيد ما قبلها قلنا هو الحق لا شك فيه إذن لا شك في أنه هو الحق إذن هذه الجملة مؤكدة لما قبلها تلاحظون هنا عدم وجود الواو ويمتنع وجود الواو فلا نقول هو الحق ولا شك فيه لا نقول هو الحق لا شك فيه لأن الجملة الثانية جملة مؤكدة أيضا الجملة الحالية الواقعة بعد إلا وكان فعلها ماضيا مثال ما تكلم إلا أخطأ يعني كل ما يتكلم يخطئ إذن تلاحظون إلا أخطأ هنا جملة عفوا هنا أخطأ جملة فعلية سبقت بإلا فهنا هذه الجملة الحالية التي سبقت بإلا يجب انعدام الواو الرابط لوجود هذه الجملة المسبقة بإلا ويكون فعل ماضيا طبعا أيضا الجملة المتبوعة بأو وكان فعلها ماضيا لأمدحن الصالحة حضر أو غاب إذن تلاحظون لأمدحن الصالحة حضر حضر هنا فعل ماضي تبعا بأو إذن تبعا بأو إذن إذا كانت الجملة الحالية فعلها ماضي متبوع بأو هنا لا بد من عدم وجود الواو كرابط بين الجملة الأصلية والجملة الفرعية التي فعلها فعل مضارع غير مخترن بقد قلنا إذا اخترنا بقد لا بد من وجود الواو إذن هنا لم يقترن بقد إذن يمتنع وجود الواو جاء التلميذ يحمل كتبه يحمل كتبه جملة فعلية في محل نصب حال الرابط هنا ضمير الفعل يحمل أي هو الفاعل يحمل من الذي يحمل فاعل مستتر تقديره وفاعل ضمير مستتر تقديره هو هذا الفاعل هو الرابط الذي يعود على التلميذ ويمتنع وجود الواو هنا كرابط بين الجملة إذن وصلنا إلى ختم هذا الدرس أعتدر إن كان هناك بعض القلق في سرد هذا الدرس وذلك لوجود تفاصيل كثيرة في هذا الدرس أرجو من أبناء التلميذ ومن إخوة المتتبعين لهذا الدرس أن يوقفوا التسجيل ويتأمل فيه مرة ومرة أكثر من مرة أقصد يعني حتى يستطيعوا إدراك كل هذه التفاصيل أتمنى لكم السعادة والصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أخوكم عبد الحميد مرابطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته